يقدم أبناء القبائل خبراتهم في خدمة قافلة ركايب أثناء مسيرتها لاستكشاف صحراء الربع الخالي لتجاوز العديد من المصاعب خصوصا التضارسية أبو حمد يقود تحرك معسكر قافلة ركايب بشاحناته التي توفر خدماتها اللوجستية للرحلة أنا مش قداما مع الطريق المستوية ولعنا الطريق غير مستوية أو عرق فيه قصف أو عرق فيه رقاب عودنا وصحح طريق ثاني يمشون معه طريق غير مستوي نتسوي دويلة ونصح الطريق الصح ونمشي معه والطريق المستوي نغيره بجهة ثانية الربع الخالي الصعوبات فيه ثلاث صعوبات ثلاث أنواع من الصعوبات الصعوبة الأولى أول شيء هي التضاريس الصعوبة الأكبر والأهم هي الجو ويضن الصعوبة الثالثة هي العواصف الرملية والشهر هذا وشهر عواصف معسكر ركايب يتنقل يوميا من مكان إلى آخر ليكون قريبا من مواقع توقف الرحالة ويبذل جنود المعسكر جهودا متواصلة في عملية تحريك شاحنات الخدمات وتشمل المطبخة والمستودع والبرادة وشاحنات نقل الخيام ومع كل هذه المعاناة إلا أن القائمين على معسكر ركايب ذللوا الصعوب لتقديم الدعم المستمر للرحالة طوال رحلتهم من صحراء الربع الخالي حسين بن مسعد العربية